الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية وانظر إلى هذه الآية والآيات السابقات وما مر معنا في هذه السورة تجد أن أول السورة وصف الله عز وجل أهل الإيمان بأنهم ومما رزقناهم ينفقون ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بمقدار ما ينفق قل العفو وما يتعلق بمن ينفق عليه وبما يتعلق بالنفق في سبيل الله وما يتعلق بالنفق والصدقة وبها من وأذى وما يتعلق بالصدقة التي هي واجبة وما يتعلق بالصدقة صدقة العلم ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً وما يتعلق بالصدقة قلت أم كبرت والنذر وما يتعلق به من أن الله عز وجل يعلمه وما يتعلق بحكم الصدقة من حيث الإظهار ومن حيث الإخفاء وما يتعلق بالصدقة على الكفار وما يتعلق بالصدقة على المجاهدين في سبيل الله أو الذين أحصروا في سبيل الله ثم ذكر هنا صفة من الذي ينفق ولا يخشى الفقر الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية سراً أي إخفاء علانية أي جهارة وذلك على حسب ما ذكر في قوله تعالى إن تبدو الصدقات فنعم ما هي من حيث المصلحة وما يترتب على ذلك وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم وذكر النفق هنا وذكر بينها ما يتعلق بالموت ما يتعلق بالموت مما ذكر عز وجل عن حال بني إسرائيل لما سألوا أن يبعث لهم ملك لكي يقاتلوا ثم قصة إبراهيم عليه السلام ثم قال في نهاية ما يتعلق بالموت والإحياء قصة إبراهيم وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموت إلى أن قال بعدها مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله وليعلم أنه في قصة إبراهيم في آخر ما يتعلق بالموت من أن هذا هو الصنف الخامس المذكور في القرآن الذي أماته الله عز وجل ثم أحياه وهي تلك الطيور ومر معنا أنواع منها الذي مر على قرية ويخاوي على عروشها والذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت وقصة القتيل لما أمروا بذبح البقرة وقصة قوم موسى لما قالوا لموسى أرن الله جهرة ذكر بعد ما يتعلق بالموت ذكرت آياته النفق مما يدل على أن العبد راجع إلى الله وسيترك هذه الأموال وإذا ترك هذه الأموال فإن لم يقدم في حياته فإنه يكون قد فرط ولذلك في آخر السورة ماذا قال لله ما في السماوات وما في الأرض